التحقيق الأممي حول فساد المنظمات الدولية والذي كشفت عنه وكالة أمريكية فتح الطريق إلى مطالبات محلية وإقليمية برفع الغطاء الدولي عن تلك المنظمات المتهمة بارتكاب فساد مالي بمساعدة ميليشيا الحوثي فالحكومة دعت الأمم المتحدة إلى رفع سرية عن نتائج التحقيقات التي قالت وكالة أسوسيد ديبريس أن المنظمة الدولية تجريها مع موظفين تابعين لوكالتها في قضايا فساد مالي ويداري توعدت الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد المنظمات المتورطة وهدد وزير التخطيط بعدم تجديد تراخيص لوكالتها وقال وزير الإعلام إن ما حدث يكشف عن حجم الاختراق الحوثي لمنظمات الأمم المتحدة لم تكتفي الحكومة بتلك الاعتراضات بل دعا وزير إدارتها المحلية عبد الرقيب فتح إلى تشكيل لجنة تحقيق شاملة مع المنظمات الدولية وأكدت مصادر رسمية أن فتح بعث خطابا رسميا إلى ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن طالبها بضرورة موافاة الحكومة بملابسات وقايع الفساد ونتائج التحقيقات واتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين كانت الوكالة الأمريكية قد أعلنت عن حصولها على وثائق تحقيق تابعة للأمم المتحدة تفيد بتورط موظفين أمميين بفساد مشترك مع ميليشيا الحوثي وكشفت الوكالة عن توظيف أشخاص موالين للميليشيا وحدوث مخالفة في عقود المنافسة وأموال المشتريات الوقايع التي أوردتها الوكالة الأمريكية خطيرة للغاية بتقدير مراقبين ففضلا عن أنها تكشف عن توريد كثير من أموال الإغاثة لصالح الحوثي فقد وفرت سيارات أممية لحماية مسؤولين حوثيين من ضربات التحالف وبحسب مسؤول مساعدات دولي فإن هذا أمر فاضح ومدمر لحياد الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر